كان مميز جدا من خلال إحرازه في بطولة دوري أبطال أوروبا بس عشر أهداف بالتساوي مع فرميني وساديو ماني في المقابل رونالدو أحرص 15 هدف ميسي خرج شوية من البطولة بدري شوية من البطولة لكن مرشح أو يبقى مرشح ليونيل ميسي لينيل هذه الجائزة في هذه اللحظات معايا الناقض الرياضي الكبير وصديقي العزيز دكتور عادل كورايم والمتابع الجيد جدا لبطولة الدوري الإنجليزي دكتور عادل مساء الفل عليك مساء الفل أمير أهلا بيك زيك أخبارك كله تمام؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين طبعا عايز أخذ تعليقك على ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا شايف الخبر ده في حد ذاته إزاي وخصوصا هو بيجاور أو بينافس على هذه الجائزة مع كل من كريستيان رونالدو وليونيل ميسي أول حقيقة ده تتويج للمسم الخيالي أو الاستثنائي اللي عمل محمد صلاح الحقيقة لمسم اللي فات آآ الحمد لله بعد ما كنا بس بنحلم أن يبقى عندنا حد يبقى موجود في الأندية الكبيرة بقى عندنا واحد بينافس موجود في العشر المرشحين اللي لقب أحسن لعب في العالم من الفيفا وموجود دلوقتي من ضمن التلاتة المرشحين اللي أحسن مهاجم في أوروبا أو في المسم الأوروبي اللي فات مع كريستيان رونالدو وليونيل ميسي يعني زي ما أنت قلت يعني كفاية بس ان هو التلاتة المرشحين أعتقد طبعا ترشيح في محلو لأن صلاح عمل بطولة مميزة جدا فتاوري أبطال الأوروبا وصل النهائي مع اللي بيرفول وأعتقد أنه صبته في النهائي في بداية المباراة كان ممكن يبقى حفوظ اللي بيرفول أفضل في الحفوظ باللقب في النهائي وكان المباراة ممكن حتى لو فاكرين أول مستعد حفوظ صلاح كان لي بيرفول هو المسيطر ومعا خروف صلاح الموضوع تقلب تماما أعتقد لا طبعا ترشيح زي ما قلت لك يتوج الموسم الرائع جدا بصلاح ممكن يكون كيرستانراندو حفوظه أعلى للفوظ باللقب بصفتها في البطولة وبطل البطولة لكن مجرد وجود صلاح في الثلاثة مرشحين لقى لقب أحسن مهاجم وأعتقد أنه كمان حيبا موجود في المرشحين للموز بالي بالبلاير أو أحسن لعيف البطولة عموما ودي طبعا حتبقى حاجة عظيمة جدا بالنسبة لصلاح وأعتقد كمان تدينه دفع مع نوية حلو ومع بداية الموسم اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله إن شاء الله طب هو نسبة بداية الموسم واللي حيبتدي إن شاء الله غدا في البريمير ليج وبطولة الدوري الإنجليزي أكيد بطولة مهمة كلنا نتابعها عشان كمان نجمينا المصري محمد صلاح إذا أسألك سؤال زوزك شكين الشيك الأول خاص بمحمد صلاح هل تتوقع تقلقه على نفس غرار الموسم الماضي ويقدر يحرز عداف الدوري وأحسن لعب في بطولة الدوري والسؤال الثاني شكل المنافسة في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم جديد شايفها إزاي وبالتحديد لليفربول اللي دعم صفوفه بأكثر من لعب حوالي أربع لعبين مهمين جدا في فترة انتقلات الصيفية طيب لو بدأنا بصلاح يعني أتمنى طبعا إن شاء الله النووي يتقلق تاني شتنادي وأعتقد ده متوقع بإذن الله لكن فكرة النووي عمل نفس بأرقمتين هتكتح تقصى عشوية لأن أكيد حيبق عليه رقابة قوية جدا حتى ده شوفناه كمان في المتشاطة الإعدادية للموسم يعني المتشاطة اللي هي البري سيزن أو اللي قبل بداية الموسم كان فيه رقابة قوية جدا عن صلاح من كل المتشاطة اللي تلعبت ومع ذلك هو إذا أعتقد يحط ثلاث أهداف في المتشاطة الودية وظهر بشكل كويس جدا هيبقى فيه ضغط جميل عليه حتى يرين كلوت نفسه قال أن صلاح ما أعتقدش أنه حيجيب نفس الأرقام تاني لكن حيفضل واحد أن نجوم الفريق أتمنى أن نحن نوصل على الأقل للرقم 20 يعني ممكن من كامل يعني ما نوصلش بقى للأربعين والخمفين اللي عمناها السنة الفريق دي بس يعني أتمنى نوصل نحن نجيب دي يعني صاح يكمل على 20 هدف على الأقل بإذن الله وهو يقدر يعمل ده في الموسم ده بالنسبة لزي ما أنت قلت المنافسة أعتقد لبركول وحتى كلام العالم كله ده بقتي لبركول مرشح بقوة أنه ينفسه على اللقب السناني اللقب اللي غير بقيت 29 سنة بالضبط آخر بطولة كانت سنة التسعين يعني من زبان جدا بالضبط كده بالضبط وممكن أولوية كبيرة جدا عند لبركول السنة دي حتى يعني كان فيه زي استفتاء كده الجبور لبركول يعني تفضله وتفوزه بالشركة سليجولا بالدوري كله تقريبا قال الدوري يعني كله عايز الدوري بشتافة سليجولا السنة دي طبعا في وجود منشستر سيتي بالتقريبا القوام الكامل بتاعه تشيلسي عمل سمقات قويهة أخر يومين يعني كان طول الموسم مش موجود ولكن سمقات أخر يومين عمل سمقات قويسة جدا معوجود موريد ستالي طبعا المدرب الإيطالي آرسنل برضا عورشان سمقات قويسة يونايتد ممكن أولا حين اللي ما عملش سمقات أخرى الغير معادة فريد البرازيلي لكن أكيد حيث النصة قويه جدا لكن أعتقد في كل الترشيحات ان ليبربول و سيتي هم أقوأ أقرب فرقتين للمنافسه إن شاء الله نتمنى أكيد ليبربول هيل تفوز ببطولة الدورة عشان نجمينا المصر محمد صلاح وعشان أنت كمان بتشجع ليبربول من زمان أنا عارف بشكرك يا دكتور عادل طبعا دكتور عادل كرايم الناقض الرياضي الكبير ويمكن قلنا إطلالة سريعة كده على بطولة الدورة الإنجليزية اللي هتنطلق إن شاء الله غدا كانت مكالمة ومدخلة مهمة جدا وكان خبر مهم جدا تواجد محمد صلاح طبعا كأفضل مهاجمي بطولة دورة أبطال أوروبا بنفس ليونيل ميسي وكريسنانو رونالدو رونالدو يمكن أقرب شوية لكن إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح دي طبعا كانت فاكرتنا النهاردة لكن خلينا أقول لكم أن سيكون معنا بعد قليل كابتن خالد العوضي سيستضيف كل من الكابتن ناصر زهران المدير الفاني السكواش النادي الأهلي وأيضا الكابتن مصطفى عسل لعب السكواش بالنادي الأهلي سيستنونا بادفاصل